اشتركوا في القناة اكد السيد حسين مكي المستشار بالهيئة الوطنية للنفط والغاز ومدير المشروع ان مشروع المياه الرمادية في مدينة عوالي يعد من المشاريع الرائدة على مستوى المنطقة هذا المشروع يعد الأول على مستوى المنطقة الذي يهدف للاستخادة من المياه الرمادية الناتجة من المنازل بمختلف انواعها طبعا بدأ العمل في هذا المشروع من خلال أول مجنع في مدينة عوالي نهدف ان يكون مدينة عوالي المدينة الأولى على مستوى المنطقة التي تتم استفادة واستغلال المياه الرمادية فيها سواء من مياه المطبخ أو التكييف أو الاستحمام الميزانية المصودة لمثل هذا المشروع أكثر من نصف مليون دينار بالاعتبار الذي لدينا أكثر من 550 منزل في مدينة عوالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر